بدايةً طبعاً هتكلم على الخطاب اللي أرسله اتحاد الكرة النهاردة لكل أنديت الدوري الممتاز واللي أعلم فيه عن الجدول الخاص بالمباريات المتبقية في بطولة الدوري واللي خصنا طبعاً منها واللي هنتكلم عليه هو مطشاط النادي الأهلي الأهلي الشهر ده ما عندوش مطشاط خالص زي ما حضراتكم شايفين ده جدول كل المباريات احنا الشهر ده عندنا مطشين 19-26 ذهب في تونس عودة في القاهرة إن شاء الله بإذن الله مع الترجي التونسي نرجع إن شاء الله من تونس هيكون أول مواجهات عندنا يوم 1 يوليو ده مطش الأهلي وفيرمز من الجولة 27 4 يوليو بعدها بتلات يام سموح هيلعب الأهلي في الجولة 28 8 يوليو المأولين والأهلي مباراة مؤجلة من الجولة 26 11 يوليو هيكون آخر مباراة إن شاء الله بإذن الله لو قدر لنادي الأهلي ونتمنى ده طبعاً لو قدر نادي الأهلي أنهووصل نهاية دوري أبطال أفريقيا المباراة حدد لها المباراة النهاية تحدد لها 17 يوليو متحدة لأفريقي فهتكون آخر مباراة تلعب في مصر هنا محلياً في الدولة تكون يوم 11 بين الأهلي ومصر المقصة نرجع من المغرب إن شاء الله لأنه المباراة نهاية تلعب في دوري أبطال تلعب في المغرب أين كان اللي هنواجهه مين بقى إن شاء الله يكون وداد أو كايزر تشيفز نرجع من المغرب بعد نهاية دوري الأبطال 17 تكون أول مطش عندنا يوم 22 الأهلي والبنك الأهلي 25 يوليو هيكون الأهلي والإنتاج الحاربي 29 يوليو أسوان والأهلي دي مباراة معجلة طبعاً من الدور الأول معجلة 17 على وجه التحديد 2 أغسطس الأهلي ودي ديجلة 5 أغسطس الأهلي وسيراميكا 9 أغسطس الأهلي والإسماعيلي 12 أغسطس طبعاً أنت ماشي أغسطس كل 3 يام مطش 12 تلعب مع أمبي 15 تلعب مع طلايا الجيش 18 أو 19 الأهلي والمصري 22 ل29 هيكون الجونة والأهلي ومن 25 و26 هيكون الأهلي وأسوان آخر 3 جولات تحديداً هيتم تحديد موعدهم لاحقاً زي ما طبعاً على اتحاد الكرة عشان يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ده جدول مطشطنا ده لو الدوري وده متوقف طبعاً على مشاركة المنتخب الأوليمبي وهيوصل لغاية فين منتخب الأوليمبي أول مطشاطه في الأوليمبياد هتكون يوم 22 يوليو إن شاء الله مع أغسطس مع أستراليا لو المنتخب رحل بعيد في الأوليمبياد يبقى غالباً الجدول بتاع الدوري هيتحرك شويتين وهندخل في ستمبر ودي سيناريوهات مرتبطة باللي أعلم برضو عنه اتحاد الكرة فيما هو مرتبط ببداية السيزن الجديد بداية السيزن الجديد مرتبطة بإحنا هنخلص السيزن ده إمتى ترجمة نانسي قنقر